قصف لا يحتاج لبذخ الصواريخ الباليستية سهولة في الاقتناء مسيرات للتفخيخ او للقصف اوصاف باتت سهلة في يد فصائل منفلدة ضربت بغداد مرارا وفعلتها بنوايا الاغتيال والتخريب او خروجا على القانون وللعراق نصيب الخوف من تكاثر تلك المسيرات تماما كما تخشى دول عظمى من سلالاتها سهلة التصنيع من ايران الى العراق اصبحت سهولة النقل وتفعيل الهجمات الصاروخية اكثر حدة مما مضى وثمت تهديد مقبل يتبعه تهديد مسبق نالت بغداد واربيل نصيبا منه على يد اصابات المسلحة تهديد تتوعد به فصائل موالية لايران او تلك الغاضب على اقتيال سليماني لتضرب امن بغداد بذرائع فرض هيبتها في وجه امريكا بينما المعادلة الواقعية اليوم تؤكد انتهاء زمن القتال الامريكي اما حكومة بغداد التي تطالب باستمرار تدريب قواتها الامنية فهذا حق يتمسك به العقل العراقي المنطقي ذلك الذي يريد استقرارا بعيدا عن محاولات تأثير خارجي بتصفية الحسابات على ارض العراقة او تلك التي تحاول التأثير لاحدث فتنة بغية تحقيق مصالحها تحت عناوين مشاريع سياسية والسياسة اليوم بعيدا عن لغة المسيرات تصرخ بصوت مرتفع باسم اغلبية وطنية بعد ان طفقت بمشاريع سياسية ماضية فشلت نتيجة تحقيق مآرب لم تمت لخدمة العراق بشيء والطائرات المسيرة واحدة من تلك المشكلات الخطيرة التي باتت تهدد استقرار بغداد او تحرجها بكل اطيافها حتى انها باتت تحرج من مهد لها طريقا لتكاثر تلك ايران التي بدأت تريد سحب يدها فيما الاياد التي صناعتها باتت وحدها متمردة على مستقبل العراق